الذي كان سابقاً كان قضي الزهد في الدنيا والتقلل منها باب الوراع وترك الشبهات نسمع كلمتين كثيراً كلمة التقوى وكلمة الوراع أما التقوى وكلاهما يحتاج إلى بيان فقد يغيب معناهما عن ذهن الإنسان أما التقوى فمن أصل معناها ومن المعنى اللغوي الأصلي لها أن الإنسان بها يتوقى سخط الله عليه يجعل بينه وبين غضب الله عليه وقايا فماذا إذن يعني يقوم بفعل أوامر الله ويجتنب معاصي الله فهذه هي التقوى التقوى فعل الأوامر كما يقول أهل العلم وترك النواهي فالذي يصلي يقوم بشيء من التقوى الذي يصوم يقوم بشيء من التقوى الذي يترك السرقة يقوم بشيء من التقوى الذي لا يغتاب الناس ولا ينم عليهم متقل لله الذي لا يعتدي على أعراض الناس متقل لله يستحضر النية يكون بذلك من أهل التقوى إذن التقوى توقي سخط الله بفعل أوامره وترك نوائه الباب الذي نقرأه اسمه الورع وكثيرا ما تذكر هذه الكلمة الورع مرتبة أعلى من التقوى قال أعلى نعم قد يشتبه على الإنسان بعض الأمور فلا يعرف فيها وجه الحكم الشاعي فيقول هل هذه حلال أم هذي حرام والله ما يواضح هذا الأمر يصح أن أفعله أو لا يصح أن أفعله لو قلنا يجب عليك أن تفعله فهو مأمور به فأنت إذا فعلته نلت الأجر فأنت من أهل التقوى لو قلنا إنه حرام ظاهر كالسيقة كالغشك كذا فتركته لله تعالى فأنت من أهل التقوى لكن هذا الأمر ما هو ظاهر نوع من أنواع البيوع أنت صاحب تجارة نوع من أنواع البيوع مطمئنة إليه نفسه سلعة من السلع فيها شيء يعني قد لا يظهر للناس قد لا يؤثر على مثلا جودتها ولكن تعرف أنها ليست بذلك المستوى الذي تبيعه من السلعة بالدرجة الأولى تتوقف أن هذه حرام إذا بعتها بالسلعة في المرتبة الأولى وأخذت ربحها مثلا أو كذا لا تطمئن نفسك إلى شيء من الأشياء فإذا تركت هذا الأمر كله من أجل أن لا تقع في معصية الله خشية أن تقع في معصية الله فهذا هو الورع لذلك قلت هو مرتبة أعلى شيء يكفي الأمر تركت كله لله تعالى فهذا هو الورع مثلا أضرب مثالا إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان بالإضافة إلى علمه وفقهه تاجرا قد سقت هذه القصة لما ذكرت تراجم الأئمة الأربعة المشتهدين في دروس العشاء قبل رمضان الإمام أبو حنيفة كان بالإضافة إلى علمه تاجرا يشتغل بالبز البز هي الثياب كان كما يقولون بزازا يعني يبيع الثياب والقماش وما إلى ذلك وكان له شريك وكان الإمام أبو حنيفة كثيرا ما يوكل شريكه بالعمل وينضي هو إلى حلقات علمه ودروسه في المسجد ثم يعود فينظر ويحسب لشريكه وكذا جاءته مرة سلاع من بلد آخر فيها عيب خفي وهذا العيب قد لا يؤثر على ثمنها لأنه خفي لا يدركه كثير من الناس ثم إنها يعني لما جاءته كانت بثمن معين فأوصى شريكه فقال عرف الناس بالعيب وخفض لهم من الثمن شغلتين بتساوي تقول لهم هاي فيها هيك عيب خفيف جدا كثير ما مبين يعني إذا رأى قد يكون صاحب صنع لا يدركه خفي جدا عرفهم به وخفض لهم من الثمن هذا الشريك مرة الأيام لن تبع السلعة بعد أيام جاء من يشتريها نسي هذه القصة كلها وكما قلت هذا العيب قد لا ينتبه إليه مو الإنسان العادي المشتري البائع صاحب الصنع قد لا ينتبه إليه فجاء إنسان فاشتراها بثمنها المعتاد ومضى فلما كانت أيام وجاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى فنظر في السلع لم يجدها قال ما صنعت بكذا قال بعتها بكم فذكر قال بعتها بالثمن المعتاد ماذا فعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى تصدق بثمن البضاعة كلها هذا الوراء قال التقوى بحسب شأد الفارق بين ثمن المعتاد وثمن الذي لأن فيها عذرا شأد الفارق مئة تصدق بمئة هذا الفارق وهو مثلا لا يعرف الرجل لو أنه يعرف الرجل الأصل أن يرد هذا الفارق لصاحب علاقة بذاته هذا هو قصل الحكم الشارع لأن ما يعرف الرجل بالرجل الذهب فتصدق بالفارق ماذا فعل تصدق بقيمتها كلها من أصلها هذا الوراء عن النعمال بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الشبهات هي المواضع التي يظهر فيها الوراء كما قلنا أنا ما لم تأكد على شيء هاي حلال حرام أساوي ما أساوي اتقى الشبهات يا أخي تستبرأ لدينك وعرضك تحفظ نفسك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الشبهة نفسها حرام قال له كيف الحديثنا يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام تتمت الحديث تشرح قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه معنى ذلك الإنسان حينما يتساهل في الشبهات الأمر ما هو واضح حلال حرام قل لك معه يش ساوي المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويأتيه الشيطان ونفسه الأمار في سوء فتقول له بعد ذلك والحرام يفعله إيش المشكلة خلص الأمر صار سهل فمن وقع في الشبهات استسهل الوقوع في الحرام وقع في الحرام بعد ذلك ليش أنه استسأل استرخص كالراعي يرعى حول الحما الحما هو المكان الذي حماه أمير أو ملك فقال للرعاء لا تقرب هذه الأرض لي لا أحد يدخلها بأغنامه أفي محمية لي فإنسان يرعى بأغنامه وصل إلى أرض ترك أغنامه تسرح ولم ينتبه إليها فدخلت الحما فجاء الأمير فقال خذوا أغنامه كلها فردنا يعني ظلمه لكن هو في الأصل يا أخي ابتعد هذا المكان لا تقدر منه استسهل الأمر كل يوم يترك الأغنام ويتركها تنضي فمضت فدخلت فأخذت أغنامه قال ألا وإن لكل ملك حما هذا تشبيه ألا وإن حما الضائم حاربه المحرمات من بعيد ابتعد عنها من بعيد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه القلب لأن به تذكار الإنسان للعمل الصالح الإنسان قد يكون في مواضع مثلا من جملة أمثلة الورع التي نذكرها فربما قد يكون مدرسا والمدرس من الناحية الشرعية مثلا يجوز أن تكشف المرأة وجهها أمامه لطلب العلم هو أثناء تدريسه نظر إلى طالب من الطالبات بقصد العلم هو وهي في الأصل مثلا فوقع في نفسه جاه الشيطان فذكره بالشهوة فإذا بقي ينظر إليها فقد وقع في الحرام ماذا يفعل؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه يلتفت عنها أولي الأصل حلال عم علمه إن أدري حلال لكن وقع في نفسه شيء من الشهوة فلو تابع النظر لوقع في الحرام قطعا يغض طرفه عنها وهكذا ذكروا أمثلة لجواز مثلا كشف المرأة وجهها القاضي كذلك وغيره من يحتاج يعني الأمر الشهود إنسان ينظر شاهد ليعرف هذه التي مثلا فعلت الفعل ليشهد عليها أن امرأة تشبرها وكذا فإذا نظر بقصد الحلال حلال ويوقع في نفسه شيء آخر وجب علي أن يغض بصره فالإنسان من الأصل إن اشتبه يغض بصره من البداية لا يريد أن يقع في الحرام عن مسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق هذا الحديث على وجهزته فيه فوائد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق هذا حينما يجد الإنسان شيئا في الطريق ضائعا لا يدرى من صاحبه يسمى اللقطة في الشرع اللقطة هكذا قد ذكرت أحكامها أكثر من مرة باختصار إن كانت هذه الأشياء التي وجدها في الطريق ذات قيمة غالية وجب عليه أشياء أولا أن يعرف بها ثانيا بعد التعريف أن يمكث معرفا لها سنة كاملة ثم بعد السنة الكاملة ينظر فإن ظهر صاحبها وعرفها بعلاماتها ردها إليه وإن لم يظهر فهو مخير بين أن يتصدق بها عن صاحبها وبين أن يأخذها لا على سبيل التملق وإنما ينتفع بها فإن ظهر صاحبها في يوم من الأيام ردها إليه فهي تبقى ملكا لصاحبها لكن بعد التعريف سنة يجوز الإنسان أن ينتفع بها على شرط كل الأحوال أنه إن ظهر صاحبها ولو بعد سنوات طويلة يردها إليه لذا ذكرت مرة أن بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد قالوا من الأصل يكره الانتقاط الشو يكره الانتقاط شفتك عشر تلاف فرعا بالأرض قال بي أهدى حرامي يا أهدى هو مسؤول حرامي أنت قول حرامي أنت مالك حرامي عندك استعداد عارف بها سنة قال سنة والله كتير يتم سنة عارف عليها طيب ما عندك بعد خمسة الشهور ما تجيب منك قول لك باباتا عن صرفها سنة بعد جمعة قال ممكن لا تأخذها من الأصل لا تأخذها لست مسؤولا عنها أنت لم تضيعها ولم تسريقها ولم تفعل شيئا في الأصل ضعها وتركها مكانها لا تلمسها كثير هكذا يقول المالك وأحمد وقال الشفعي وأبو حنيفة إن كان يجد في نفسه أنه أهل لحفظها لإنسان مسلم ليردها عليه في يوم من الأيام فالأفضل عندهم التقاطها على كل الأحوال لا يجب ذلك وجود فارد ماوي ما لا يجب لما في ذلك من شبهات أن تطوع الإنسان نفسه له أن يأخذها ولا يعرف عليها يلعب علي الشيطة هذا أيضا من الورع فالمسألة يعني سبحان الله معظم الذي يجد لا يفعل يأخذها بجيب وصرفها وتميشي وتأخذ الموضوع ما هي لك يا أخي إذن هذه تسمى لقطة هذا إذا كانت ذات قيمة كل هذا الحكم الآن إن لم تكن ذات قيمة يعني الآن في عصرنا مثلا مثلا أقول أنا أقدر تقديرا من عندي كل شيء مثلا صار دون الخمسة آلاف تقريبا هذا صار شيئا أقرب إلى القيمة البسيطة جدا فضلا عن أن يكون عشر وعشرين وخمسين ليرة مثلا فهذا الحديث يقول وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها قال إيش الصدقة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم فلذا كان يخشى أن تكون هذه التمرة من الصدقة قال وقد لا تكون وهي تافية كما قلنا فيجوز إنسانا يأخذها التافية مشرق يعرف عليه كل هذه المدة وكذا إن شاء أعرف له الأجر الزائد وإن شاء أخذه إن شاء الله لا يأثن بذلك مثلا فماذا فعل الورع الورع خشية أن تكون من الصدقة ولعلها لا تكون من الصدقة ولكن ورعا تركها لم يقذها قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواب مسلم بهذا اللغ وفي لغض آخر سيأتي معنا من حديث آخر قريب من قال عن وابسة لمعبد رضي الله عنه قال أتنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر فقلت نعم هذه الآن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وابسة بن معبد أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقع في نفسه يسأل ما هو البر ليفعله ما هو الإثم ليجتنبه جاء ليسأل رسول الله عن ذلك فلما وصل إليه ما تكلم بشيء الذي بادر بالكلام سيدنا رسول الله قال لوابسة جبت تسأل عن البر قال نعم صلى الله عليه وسلم فقال استفت قلبك البر يعني إذا أردت أن تصل إليه ينبغي أن يكون قلبك له حكم على المسألة البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم معك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتاوك رواب أحمد والدالمي وهو حديث حسن في البداية يا أيها الأحبة بعض الناس ممن يزين لهم الشيطان ويلعب بعقولهم وأفكارهم يقولون يستدلون بهذا الحديث على ضلالهم هم فمثلا ينظر إلى النساء ثم يقول البر الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر والبر مطمئنت إليه النفس يا أخي أنا ما أشعر أنني أنظر للمرأة بشهوة إيه إيه حلالة اللي عادي يعني مثل بعضك إيه هذا في الأصل حرام هذا ما في حاجة تفكر فيه واطمئن إليه قلبك لو اطمئن قلبك مليون مرة قلبك كذاب في هذه المسألة الحرام حرام سرقة والله يبس سرقة بس أنا ما أصدق يعني يا زيادة للواحد فك إيش أصدق خيوة السرقة إيش ليش في الأصل في الأصل إيش هي من الكبائر الذنوب إيش تفعل أن هذه تحتاج لأن يرضى قلبك أو لا يرضى قلبك والعياذ بالله بهذا الشكل مطموس عليه كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون رانا محطوط عليه خطل الضلال والعياذ بالله مخطوم مصروف عن الحق هذا هو العياذ بالله تعالى فإذن هذا يكون في شيء كما قلنا شبهة البر والإثم هذا يكون في شيء مشتبه ما هو واضح حلال الحرام أما شيء واضح الحرم هذا في الأصل لا تقربه أصلا لا حاجة الاستفتاء قلبك فكما قلت بعض الناس يلعب يقول استفتي قلبك وإذا أقرب حرام بشرب الخمر أنا ما أصدي أسكر بيرك مع جماعان كلهم عبوا يشربوا خمر يعني يخجرهم فأخذ كاسي ما أصدي أسكر أنا إيش تقول ده حرام في الأصل إيش تقول قصدق ما قصدق طمأن قلبك ما أطمأن قلبك هذا كلاما فارغ لا قيمة له قال البر مطمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب ارتاح إليه وهذا كما قلنا في شيء غير ظاهر إذا وجبت ذلك غير ظاهر حكمه حلال أو حرام ارتاحت له نفسك وأنت لا تعرفه أنه من المحرمات ففعله لا حرج الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر أتركه وابتعد عنه قال وإن أفتاك الناس وأفتوك حتى لو سمعت فتوى كأنها تبيح هذه المسألة لكنك تعرف في قرارة نفسك ومن داخل قلبك أن هذه المسألة لا تحل والذي أفتا بها لا يعرف خفاياها وزواياها وانت تعرف خفاياها وزواياها فترك ذلك دعه لله استحضر عظمة الله تعالى ودع هذا الأمر لله تعالى كم من القضايا من يعني قد تكون شائكة لا يذري القاضي فيها الحكم فيشتهد ويبذل جهده ثم يحكم هذا مقدار يعني ما يستطيعه الإنسان بذل جهد بعد التفحص والتقدير وكذا أحد المتخاصمين يعرف أنه صاحب بطلان وأنه إنما زخرف الألفاظ ونعب بالقضية يمينا ويسارا حتى وصل إلى هذه الحالة فأظهرها للقاضي القاضي ظاهر الأمر أن الحق مع هذا الإنسان فحكم له هل يحل قضاء القاضي الحرام أبدا فتوى المفتي تحل الحرام أبدا طيب شلونا قلت الأمر ما هو واضح بذل جهد القاضي المفتي وعطى الحكم لكن صاحب العلاقة بيعرف يعرف ليه فيه دير وياخذها المال بغير وجه حق فهل يحله له أبدا لذا قال وإن أفتاك الناس وأفتاك احذر أنت تعرف من الداخل أنها لا تحل جاء رجلان يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلهم قريبان أو أخوان يختصمان في أرض أرض لم تظهر حدودها وتقاسيمها قديمة أحد الأخوان أو المتخاصمين قد غير حدودها وأبعد حدوده الأصلية في أرضه وأدخلها في أرض قريبه ليستولي على جزء من أرض قريبه والأمر ما هو واضح وهي قديمة وكذا فهذا الأمر فهذا الأمر فنظر فنظر قال يا رسول الله إذا هذا يأخذ من أرضي أنا ما عندي بيني وأنا بعرف هذا الإنسان قد يفعل ذلك ويستوي على شيء من أرضي فقال من حكمت له بشيء من مال أخيه قال في البداية إنما أنا بشر ولعل بعضكم يرفع أمره إليه فيكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه فإنما أقطع له قطعة من النار الحديث ظاهر إن شاء الله إن شاء الله بين جاء فرفع الأمر النبي عليه السلام اجتهد في المسألة وأعطى حكمه ذاك الرجل يعرف أنه قد أكل حقا من الأرض فلما سمع هذا الرجل هذا الكلام قال يا رسول الله قد أخذت شيئا من أرضه وقد تركتها له رجعت له إليه شعب أقطع له قطعة من النار ده أكل حرام أنا رددتها عليه تاب الرجل مباشرة لما سمع الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عليهما معروفون أو معروفان من الصحابة الكرام من آل البيت لكنهما كان صغارا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن كان لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الثامنة والحسين في السادسة والنصف تقريبا الحسن قريب من الثامنة لم يتم الثامنة من عمره يعني قريب منها أو شك أن يدخلها أن يتمها والحسين كان في السادسة وأشفر يعني لذلك لم يدرك من حياة رسول الله إلا القليل قالوا صحابي معم صحابي من أدرك رسول الله واعيا يعني عمره من خمس سنوات فما فوق يعتبر صحابيا الآن حسن قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أذكره لأزال أعيه وكنت متيقظا يحدث ماذا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حسن صحيح يريبك تشك فيه ما لا يريبك ما لا تشك فيه الشيء الذي تشك في حرمته دعه وتركه ولا تقرب منه فإنك أقرب بذلك أن تصل إلى رضوان الله عز وجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الإنسان إذا حافظ على هذه القضية العظيمة موضوع الورع يا أيها الإخوة يطمئن قلبه طول حياتي يعيش مرتاح أني الحمد لله أن أعرف القضية التي أشك فيها أتركها ما أقربها ما أقع في الحرام لأنني أشك والله صح إلا غلط من الأصل تركتها لله تعالى أسأل الله أن يعصمنا من الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطنه الحمد لله تعالى رب العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر